وأسواق الأسهم العالمية تشهد قفزات متتالية وهناك من وصل إلى مستويات قياسية تاريخية لهذه المؤشرات العالمية وكنا شهدناها العديد من الأسواق في العالم نتحدث عن المؤشر المسئي العالمي ليصل إلى مستوى تاريخي في الفترة الماضية ونتحدث عن الارتفاعات بأكثر من 10% منذ مطلع العام 2024 يعني ليس فقط بعض الأسواق بعينها التي شهدت بعض الارتفاعات ولكن على ما يبدو نشهد موجة صعود وشهية مخاطرة تعود من جديد هذه المرة للأسواق وتحديدا منذ ما شهدنا خلال الأشهر القليلة الماضية على التحركات الإيجابية نتحدث عن وصول 14 سوق من أصل أكبر 20 سوق عالمي لمستويات قياسية سواء في الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما شهدنا بالنسبة للدوجونز الذي لامس مستوى تاريخي كذلك اليوم الرهانات على الـ S&P 500 التي لا تزال قائمة بأنه قد يصل أو يلامس مستوى 5500 بنهاية العام 2024 لدينا في المنطقة الأوروبية كندا، برازيل، والهند وغيرها من الدول وحتى بالنسبة للدول الأسيوية على الرغم من بعض التقلبات التي شهدتها على مدى الفترة الماضية إلى أن شهدنا هذه المكاسب عادت من جديد جاءت بدعم من بعض المعظم القطاعات عند مستويات قياسية لوما استثنين البعض منها كالطاقة، العقارات، والسلعة الاستهلاكية غير الأساسية ولكن على سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية نزال نتحدث عن السبع الكبار التي قادت التحركات وتحديدا في قطاع التكنولوجيا الذي كان قائد بشكل واسع وكبير خلال الفترة الماضية جاءت مدعومة باحتمالات خفض معدلات الفائدة للعام 2024 وبدأ بتخفيضها لهذا العام في المقابل كانت لدينا نتائج أعمال إيجابية للشركات وتفرت الذكاء الاصطناعي الذي استفادت منه بالدرجة الأولى ليس فقط شركات تكنولوجيا كنا نتحدث ربما عن شركات تكنولوجيا التي تستفيد من ذكاء الاصطناع ولكن اليوم الانتشار والتوسع الأكبر في هذا القطاع كذلك أعطى مزيد من الرياحية لهذه الشركات وتوسع في نطاق أعمالها لو نقف على المنطقة الأسيوية كذلك التي شاهدت على الرغم من بعض التقلبات فعليا وكنا شاهدنا ضغوط ولكن مؤخرا تعود من جديد لترتفع يعني لم تلامس مستويات قياسية ولكن في المقابل كنا شاهدنا يعني على سبيل المثال لدينا في الصين سياسة الهندرد ارتفع بأكثر من 7% منذ بداية العام وكذلك الهانكسانج 12% نذكر كذلك في اليابان كايتو توفايف الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث عقود وكنا شاهدنا هذه الارتفاعات على المؤشر مؤخرا ولكن بالنسبة للصين كنا شاهدنا انخفاض أسعار الأسهم وراء هذه الارتفاعات وكذلك الإجراءات التحفيزية التي قابت بها الحكومة الصينية عدد كبير من الإجراءات أعلنت عنها الحكومة بالنسبة لتشجيع الحكومات المحلية على شراء العقارات وغيرها من التحركات وخفض الحد لأن الدفع الأولي المشتري المنازل كذلك إلى حدود 15% ربما كانت هذه وراء القفزة التي حققتها هذه الأسهم في آسيا ولكن على ما يبدو أن أسواق الأسهم العالمية تعود ونشهد القفزات من جديد في ظل شهية المخاطرة الوسع التي شهدناها اليوم على الأسواق اشتركوا في القناة